أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بشقيق الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجي الجزائري رمطان العمامرة الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعيدة والانطلاق بها إلى أفاق أرحب التساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تابون مرحبا سيادته بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا كما تطرق اللقاء لتبادر وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي لسيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمية